جمبول يلا لاتس جو ايكا السؤال ما بيعرفوا العالم انه كتلعب باسكت ودرجة أولى كمان لايه ما بتصوفرها لايه ما بتصوفرها اكلتها تيكنيك الفول كيرسي يعني الموتش نحنا بياخد معنا خمس ست ساعات اذا عم بحضر فوتبول مع انه انا حكم باسكتبول بصير نظر على الحكم انه متل ما بقوله عفلنا بهالمهنة شو بعمل بنتحر لاه هو بحقله انا ما بحق اللي مثلا مدري شو صار لها الصفايرة بدل تتصوفر لازم ها اخر سنة عمرك خمسين بكير رح عيش للميا بالمبالغ اللي عم تندفع للعب اكيد يحلق بمبالغ اللي عم تسكر عيوني برجع عدل جمبول يلا لاتس جو كيفك صباح كيف كل شي هلا روى كله تمام حمد الله ترتاح بالصيفية او بتشتاء لازسيزن بدي اقول لك شغلة جاغا نحنا دورينز السيزن عالضغط والقيمات وهيك يلا خليها تخلص بقى بدنا نرتاح بنوصل عالصيفية وانه بتقعد شهر شهر ونص يلا خليها تبلش البطولة بقى بنا نروح نتسلى كلا ناطرين عم نتجهز حالنا سماعت انا يمكن بايتين اكتوبر راح تقلع البطولة شهر الجي مبدئيا لازم هيك محطوط من الاتحاد إن شاء الله إن شاء الله عدل ما بيعرفوا العرب انه كنت لعب باسكت ودرجة اولى كمان ليك جاجا في كتير اتفاجأة لأنه شوفوني سنة السنة وسنة الماضي لعبت الأبوف فورتي صاروا يعرفوا صاروا يعرفوا إنه أنا كنت لعب باسكت لا في كتير يعني مثل الكوتشي الأدمين اللعيب الأدمين بيعرف قزي مثلا نجيلنا نحنا لشوي صغار ما بيعرفوا يمكن لأنه أنا قريدي وقفت باليمكن يا سبعة وتسعين يا ثمانة وتسعين من ورا وظيفتي باسكت رميل هالشي وكنا نلعب بنادل إحيا بالزوق وبطل فيه وقتها سنة سبعة وتسعين ما صار لأنه صارت تكلف وقفنا هلأ بدأ أعرف أنا من الأول أنت كيف أصلا فتت على الباسكت أنا كيف فتت على الباسكت أنا سكان زوق مكايل كنت قاعدين بالسوق العتيق بيقولولو ونادل إحيا بعيدة عن بيتي يمكن شي دقيقتين أو ثلاث دقايق ماشي من أنا وصغير أطلع عن نادل إلعب ومشيت باللعبة بسنة الثلاثة وتسعين كان جوزيف سعادة رئيس النادي كان هو الأمين العام للاتحاد على أيام البرزيدان الله يرحمه شارتيه وطلبه دورة حكام فبقى رحت أنت كنت عم تلعب أه لا 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 أحزة أيام توني خوري الأيام توني خوري لا نحن أيام شارتيه الله يرحمه عملنا دولية بالثمانة وتسعين وقتا عملوا هون عملوا الفيبة الفحص هون بالثمانة وتسعين بالمئة 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 يعني عملت دورة عادل أول شي رجعت بلشت تتحكم وتلعب بنفس الوقت كانت ما في مشكلة هيدا فيها ليجل لا 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 كان في مشكلة فبقى بالثمانة وتسعين وقتا خلص وقفت لعب أنا متقاعد من الأمن العام وقتا أيام لواء السيد منعنا نلعب بالفرق وهيك وقفت لأنه منعنا وسنة عملت بالثمانة وتسعين عملت حكم دولي كانت الدورة كنت أنا ورباح وجورج درغام ومروان العميل وأقوب كالوكيون هون الخمسة اللي نجحنا عملتوا فحص الفيبة عادل الفيبة إجا الفيبة وعملنا الفحص وإجا من غير دول لأنه هي الفحصات حسب مين أي اتحاد بيستضيفها بيجي حدا من الفيبة بهايديك الأيام ألا لا تغيرت بفتكر ونجحنا نحنا الخمسة ومشيت ومشيت ومشي عادل هلأ هيك عم جاري بفكر أنه كنت تلعب وتحكم بنفس الوقت موقف منه هيا يعني أنتو عم تلعب كنت تتعصب على الحكم مثلا لايكي خبري خبرية لايكي حلوة كتير صارت حدثة معي قبل ما عمل حكم دولي عم نلعب إحيا بفتكر أونترانيك بملعب الكهرباء مروان إيجو حكم أنه يحط بدي أسس بدك تشارع ترجع أم ترجع أم ترجع أدل يعني هو لازم الحكم يصير دولي كرمال يقدر يحكم درجة أولا ماذا مظبوط هيدي بس هيك تتنوضحها بس لك ان احنا صار معنا شغلة انا ورباح هي بتذكرة حكمنا وقت السلم الله يرحمه بريزيدون شارتيه قبل ما تصير دوليين هيدي كانت قبل بتقطع هلق ما بتقطع بقى بعتقد القرار مش بيدي انا ما بعرف صاروا هلق استركت اكتر اصلا بالقوانين ايه وطورت اللعبة شوي طورت يعني غير قبل غير قبل كليا رح نحكي عن التطورات يلي طرأت على اللعبة عادل بس الحكم شو الريسبونسبوليتيز يلي عنده اياه لكي انا بالنسبة لأنا بحكي رأيي ما بحكي عن غيره انا الريسبونسبوليتي تبعي بهمني خلص الجيم بنظافة وروح ضميري مرتاح اللي لازم يربح بيربح وخلصت هون هالقد اهم شي روح حط راسي على المخدة ونام مرتاح ما حس انه ظلمت حدا او شي ها هي بدك تحافظي تعرفي تلقتي الجيم جيم منجمنت طبق القنون ها هي اهم شي تخلصي جيمك برياحة بسلاسة عادل بس في ريسبونسبوليتيز اوف كورت يمكن الناس منى كتير واعي علي انو الرفري بدو يكون منتبه على جسمه عطول عندكن يعني قصص وجبات لازم تقوموا فيها برات الملعب كمان كارسي تخبرك كيف بدك توعي بدك تعرفي او سيسا ببلغوك على الجيم حسب الجيم القوة طبعه وكيف بدك تنزلي على الملعب قبل ساعة ونص العالم ما بتعرفه قده نحنا قدام نتعذب بدك تنزلي على الجيم قبل ساعة ونص ساعتين تتكوني بالملعب بتقعد انت والحكام اللي بيكونوا معك تنترى تا يبلش الجيم بيخلص الجيم بترجع بتقعد بالفستيار تبعك بتحكي وتطلع يعني الماتش نحنا بياخد معنا خمس ست ساعات نحنا الماتش بياخد معنا خمس ست ساعات شي لي غير انه انت عم بتحكمي على الأرض هالأربعين دقيقة اللي عم تلعب نحنا بدنا نكون قبل وبدنا كتير متعبة العالم ما بتعرفها ما بتعرفها وحتى بتعمل سبار عادل انت بالأكيد بالنهار يعني وهيك نعمل سبار أكيد بس أوقات بتوصالي لوقت كنت عم بقلك بالصيفية خلص بتحسي حالك انت بدك ترتاح شوي عادل انت ما خمسة وعشرين سنة إليك حكم يعني عن جد مانا كلمة بالتم مانا هاينا و ليكي خلص ما فيكي تظهر منا للعب يعني انه خلصت السيزن رح تلعبت أبو فورتي وانمزقت روحت حالك ما فيكي تظهر منا ما فيكي ما فيكي خلص معلق فيها معلق فيها عادل مش كتار يلي بلشوا تحكيموا بقيوا هالأد مسيرتهم كانت طويلة شو برأيك هو سر هيدا الاستمرارية؟ يعني شو الكالي التاية اللي بده يكون عنده إياها الحكم كرميل يقدر يستمر؟ لكن الحكم إذا منه حبيبة للعبة صعب يستمر نحنا منحبه عن جد يعني أنا تخيل رحلك شغلي ويمكن زكارة معك الأمين العام أنا محكم له للماتر شربل محكم له بالسان جوزف سكول كان عمره يمكن عشرة اتناعشر سنة أنا محكم له أنا وفوزة عشقوتي وبفتكر وقته كان كوتشو إليس فار اللي كان يلعب بالتضامن لكن من أيام وبعدنا مكفشين أنا بحبة للعبة كرميل هاكم ضايا هالقد مية بالمية عادل في كتير صعوبات بتقطعه فيهم كحكام ضغط الجمهور التنظير يعني بيصير كل واحد قاعد ببيته ومني وجرب عم بقول أنه أنا يعني لا كنا عم بحضر جيم بيصير واحد بده يعلق بلا ما يفكر واحدا بيحط حاله محل الحكم قده بيقطع عليه بالجيم فيه الواحد ما ينتبه يعني الإنسان بيغلط كمان مية بالمية بتحس حالك تخطيتون هولي خلاص ببقى؟ عادة عادة خلاص لكن أنا بقعد بنظر إذا عم بحضر فوتبول مع أنه أنا حكم بسكتبول بصير نظر على الحكم إذا عم بيلعب خاصة باير ميونيخ أو الألمان طيب البانك خلاص بجن بصير أنا كأنه أنا بصير بنظر خلاص عادة هوقت تعنيهم تعليقات العالم كمان تخطيتك؟ خلاص عادة خلاص عادة خلاص ما بتقرأ بتتابع أصلا؟ شو بيصير أوقات؟ شو بيكذبو؟ لا 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 بوجع راسي ما بتتابع؟ شو بدها تغير؟ راح تغير شي؟ بلصة عادة إنه هو اللي بيزعلك بس أكتر شي إنه هالجمهور يشيلوا أهل الحكمة أو أهل اللعيبة أو أهل المدربة شيلوهن عشانا ما زنبون ما زنبون أنت تعرضت لهيك شي شي مرة؟ لا بأنه بتسمعي ولخص إختي ولخص أمي سبني بالشخص لالي ما عندي مشكلة شو بدك بهوديك؟ طيب أنت عم بتسبني برد الطردة إنه أنا سبك أو سبلك عائلة هيدا رسالتك للناس إنه ما يغمقوا بالموضوع أكتر ما بيستاهل؟ مية بالمية هيدا هي؟ مية بالمية مية بالمية بأنه شيل الأهل عجنب شيل العرض عجنب سبني بالشخص لالي ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة بفوتوا منهم بيطلعوا من هون هالقد شو هالمحصن عالآخر عادة؟ هاي 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 بتتعود بالنهاية لعمر كمان قلو حقوا خبرة الحيات وكل شيء بتتعودي خلص بتتعودي بتتعودي خلص إنه حضرت الفينال بالورد كوب هاي حضرته شو رأيك بالتحكيم؟ منيح مناطباد تصار في شوية أغلاط يمكن إنه قللي هلأ أنت عم تنظري هلأ أنت عم تنظري وأنا بدي نظر عليهم غالأ ما راح أننظر شو بنا فيهم؟ خلصت وربحوا الألمان مع أنه أنا بحب الألمان بالفتبول كتير بس كنت حبة بصربيا يربحوا ليه؟ بيلعبوا حلو ديفنس حلو حلو كيم حلو كتير لعبوا حلو إير أس كمان بريحك بطمنلك بالك تطور نحن هلأ راح نصير بالبات وهن بدهم يتطوروا خلي يجي اللي ورانا يتطور إير أس أنا بحسها أكتر شي فادت إنه لاحد بقدر يرجع يشوف أكيد 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 بتريح يعني خلص بتتأكد بتطمن بالك إيه بتطمن بالك خلص عادل كيف تصير هيدا العلاقة بيناتكن إنه هو فرد شخص بيقرر بالآخر يعني بس تشوفوا أنتو الإير أس واحد منكن بياخد القرار بياخد القرار بس بيكون متشاور مع طيب وما اتفقتوا بتكتا شو بيصير؟ لا لا ما بتصير مت ما نتفهم بقى لا منا صايرة ولا مرة؟ لا 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 بتتفقوا ثلاثتكن نفس مش ثلاثتنا اللي بيكون مسوفر الحالي والكروتشيف أوكي بنروح كل جيم بيكون حل عادل بنرجع بعدين نتشاور ثلاثتنا بس ولا مرة صار في هالشي بالعكس أبدا؟ لا 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 أبدا طيب التحكيم بالراجلير سيزن بيكون شي وبالفاين الفور والنوكاوت ستايجز بيكون شي تاني ولا لا؟ انت لاحظت في شي لا قصدي ضغط نفسي مش لا 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 غاقا عن جد تخطينيه ضغط النفسي ولا لا؟ كله تخطينيه بتقول لي جيم حكمة رياضة مثل جيم ما حيالا جاي تاني؟ لا أكيدا لا أكيدا أكيدا بس أنا راح إلك شغلي انه متل ما بولو عفانا بهالمهنة انه أول دوربي حكمة رياضة كنت في حكم مثل هلأ دوربي حكمة رياضة أول مرة دوربي شو حستت؟ شو هالشعور الفول هاوس؟ لايكي هايدة هايدة أول مرة بحكم دوربي لأنه بتعرف بالزمان كن يجي أجانب نحنا كنا منزحين عجنب أول دوربي لا تتطلع هيك بالملعب جمهور مفوّل وكيبسين ببعضهم انت عن جد بتعيش السترس لك أول ديقتان استرس بعدين خلص متى ماشي الجيم تمشي انت مثل الكاميرا على فكرة أول ديقتان على الكاميرا صعبين بعدين خلص بتركزي أول دي داب نرجع من نمشي ومن أجمل الجيمات لأنه بيلعبوا باسكت بس بعدهم هو ديقتان؟ لا 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 خلص حتى ديقتان مش فوجودين بقى منحكي جوا قبل هلا منتفق مع بعضنا منبقى قريين الجيم قبل هيك كذا منتبه هون هكي بصير هيدا هكي بصير لا صر ومقالعين مقالعين مقالعين طيب أبشع ذكرة تتذكرة من أي ناحية أنه بتحس حالك يجين ظلامت حدك لنا بنغلط عادل بجوز فيه ذكرة ما بتنسيها بحياتك رجعت عالبيات حضرت الجيم بتقل هيدا كان لازم صوفرها هيدا ما كان لازم صوفرها هيدا ذكرة بتبقى براسك ذكرة بتبقى براسي لكن مش قاطع معي كتير هيك إشياء بس نحنا بنرجع بنرجع بنحضر الجيمات بس في شغلي وقتها بفتكر ماتش حكمي شانفيل أنا بتذكره بالشغيل ما يقل لك أنه مش ترال؟ ايه مش ترال أنا كنت راكد وركتي كانت غلط يعني أنا راكد هيك والأكشن صارت وراي ها هي بس وبقيت ما تبقى وخلص خلصت هيدا الجيم وقت فؤاد أبو شقرة طلع حكي عنه أنه صار فيه غلطة تحكمية عادي عادي إلهم حق يحكوا يحكوا اللي بالدنيا يحكوا اللي بالدنيا ازعلت ازعلت أهرت بتعصبي يومين ها هيك بتزعلي بس شو بتعملي أنه أنا قصدي بالنهاية أنا إنسان بدي أغلط مثل ما الكوتشي بيغلط مثل ما العيبة بيغلط مثل كل إنسان بيغلط بتغلط هي غلطة وخلصتها شو بعمل بنتحر ورا انتحر بدي دلنا عيش عادل بيتم محيصبة الحكام اللي ماتر شاربل أنه حتى لو أنتوا غلطتوا بيصير في محيصبة هي بترجع للاتحاد إن بيقرروا أكيد نحن ما دخلنا بس أنت ولا مرة صار معاك هيك ما بتذكر الحمد الله ولا مرة صار في شي غلطة أنه يتم المحاسب عليها لا الحمد الله ولا مرة هلأ عادل بي بالأنبي آي إذا اللعيب بيحكي على الحكام أه مية بالمية أوش 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 أنت معا هيدا الشي أنا بالنسبة له بالأنبي آي هو لازم يصير في هيك يعني تخيل أنا مثلا أطلع أحكي عن أنا أنا مين تا أطلع أحكي عن كوتش أو تا أطلع أحكي عن اللعيب طب هو ليش بدو يطلع يحكي عن الحكام شو الفرق بيني وبينو ليه هو بحق الله أنا ما بحق إلي مثلا مظبوط يا ملاء بطلع هو بدو يحكي عن الحكام طب أنا حكم ليه ما بطلع بحكي بس أنت فيك تحكي إذا بدو ما بحكي لشو بدنا نحكي نحنا قصدي مش إنه ما فيه رول بتمنعك تحكي أو فيه رولز بيمنعك تحكي مش قصة رول خلاص بقى تزغر حادي خلاص نحنا ماشيين منروح منعمل ضميرنا مفلع بيتنا وخلصت خلصت الحمد الله عدل كوتش جاد الحاج اقترح أنه يكون فيه حكام أجانب أنت مع هالفكرة ولا ضده ولا بتقلي لا تعليق ما إلي دخلي أنا أنا إذا موضوع ما إلي دخلي فيه فيه اتحاد هو بيقرر بالنهاية جاد بيخضع للاتحاد وأنا بخضع للاتحاد الاتحاد شو بده بيعمل بس رأي شخصي أنت بتقلي نحنا مكتفيين بحالنا أنا هلأ ما في عندي رأي شخصي أنا عم بحكم ما عندي رأي شخصي خاصة بهذا الموضوع فيه اتحاد هو بيقرر ونحنا بنمشي نحنا تحت إنون الاتحاد الاتحاد مسؤول عننا شو بيقرر بنعمل فتفد عدل أنا بعرف أن أنت كتير عندك أصحاب بالمجال أصحاب مع كوتشية مع لعيبة كيف بتفصل بين الشغل والصحاب لكي كل العالم تعرف أنه أنا بالملعب بريت الملعب أصحاب مع الكل ما عندي مشكلة مع حدا بحياتي بحياتي العدية شي للاعيبة أو شي لكوتشية أنا بحياتي برا عندي كتير أصحابه كتير بحب العالم كتير بحب أمزح وروح وإجي بالبسكت بفصل هن بيعرفوا يعني خلص أنا هيك بالملعب بريت الملعب أنا هيك خلصت هيك كتير هيني ولا ولا شي بيأثر عليك لا 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 وأكتر واحد من الحكيم أنت أصحاب معه رباح ما هيك عادل مع احترامي لكل الحكيم رباح رباح صر لعمر أنا ويه رباح الله يوفو عم ببيض لنا وجنا عن جد سملة عليه سملة عليه بس ما حدا بيعرف رباح قدي بيتحضر قدي على ضغط ببطولة العالم ما حدا ما حدا بيعرف رباح بس رباح عن جد مبيض لنا وجنا الله يحميه مثل خيك رباح أكيد هلأ شو بدك فيه ما كلهم مثل إخواتي لا انت ورباح كل الناس بتعرف كتير قراب حتى بتشتغلوا سوى يعني صح صح هلأ عم تشتغلوا سوى شغلتين هلأ مش شغل أنا بالنسبة لله دا مش شغل مع رباح أنا هيدا خيه وأنا عم ساعده بتساعده وعنده مطعم بس طيب فهموا العالم عم نعمله دعاية هلأ تفضلوا كل العالم تطلعوا لعند رباح هلأ وسهلا بالك لا يطلعوا لعنده وأنت أكيد عم تكون موجود حده عطول مظبوط مية بالمية هلأ عادر يعني ما عم تشتغل شي تاني إلا هيدول الشغل تاني وعنده تقاعد لهم للعام الحمد الله وكبروا أولادة خلصوا جامعة ونعم يشتغلوا أصلا ابنك عم بيلعب باسكا لا وقف وقف لا بحب الدرس بيله بدرسه كان وهاكي ما فيه يعمل لتنان ما ليكي وقتا كان يلعب ما كنت اضغط عليه أو شي هو حياته هو بيقرره أنا ما فيني يقرر عنه ما فيه ما مبسط وخلص ما مبسط ومشي بدرسه ومشي بشغله وبنتي بتكره الباسكت هنجاد لا ما بتحب السبور لا بتحب السبور بس ما بتحب الباسكت ما بتحب الباسكت ومدامتي كانت تلعب باسكت لعبت شوية أيام الأم بي واخواتي كلهم لعبوا باسكت وندين اختي كانت حكم عيلة باسكت يمكن بتكره الباسكت بنتك قدمم قده وقت بالملاعب انت شبس هيك رح خبرك خبرية جاجا ومن مال حلوة ومن مال مش حلوة نبقى رايحين مثلا رايحين عالشيمول او مطعم نتغدى ونتعشى سوبر ماركت تكون عائلتي معي بونجور حكم كيفك حكم تعرفة بكونوا حاضرين الجيم على التفي شو صار مبارح بالجيم ولي صار هيك فبقى بنتي خاصة ليا فارد تدهيق كتير انو تقول لك يا باب نحنا جيينو نظهر مع بعضنا طب خلص شو بقت لك روح تنروح يعني ما فيك ما قلك عين ما تردى على حدا وبالنهاية انت بدك شوية رايحة انو رايحة انا وعايلتي تركوني بتصير صارت كذا مرة يمكن يمكن هيدا سبب معقولة عادلة عم تقولي انت ما عندك مشاكل مع حدا ومبين انو ما عندك مشاكل مع حدا بس بيصير قصص بالجيم يمكن تتخانق مع العيب خلص الجيم بنسيهم تنسيهم ما بتحمل معك شيلة تاني جي لا 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 ما عندك هيدا الشخصية لا لا بس اذا زادت اوفر بتعمل تقريرك للاتحاد وهن بياخدوا قرار باللعيب بس ولا مرة انو ليش بدي حط بقلبي شو بمالي ومالو ما بنا نضلنا نلتقق ما هو مش لازم يتخانق انا بدو يضل يشوفني وان احنا بلبنان وان احنا عم نحكم البطولة راح يضل يشوفني وراح ضل نشوفه ما بده هالقاد تخلص العمر خلص تضلك تتخاني وتحط بقلبك خلص اذا مثلا حسات بالجيم انو كان لازم تصوفر فاولو قطعت بتسير يعني هن نحنا مولونا نتبه قدابي سرعة لازم انتو تكونوا عم تصوفروا لازم تنتبه اللي عم بتطلق بالملاعب انا بنتبه اكيد بس انو اكيد في قصص كمانا لا ما بنتبه لا اي صح بس سنتفكر هذيك المرة انو معقول مثلا اذا حسات حلقة لازم تصوفر الفاولو بترجع بتعوضها لا ما فيك تعملي هيك انو شو بتغلطة بغلطة اه لا 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 يعني خلص اللي بيقطع بيقطع بالبين خلص اللي قطع قطع ما بتجرب ما فيك ترجع الى ورا ما فيك ترجع الى ورا مين كان عم بيقللي هذيك المرة عادل اذا بدهم حدا اسستنت كوتشه بيقرى الجيم كله من اوله لاخره وكتير فهمان ليك مين قللي ما قلتلك بتعرفين انا كنت العب وانا عامل دورات كوتشنج بحبه ما بعرف كيف بدي فتسرلك جاجا عن جد لعبة حلوة لعبة حلوة انه لو مانا حلوة وبعدني اللي هلق فيها 25 سنة انه رغم المثبت اللي بتسمعيه من الجمهور واللي هيدا ماشي منحبه منتسلى عن جد منتسلى بتجيب لك الفرح هيدا اللعبة عادل لايك بتجيب الفرح وبتجيب البريشر الضغط يعني اوقات انه يمكن اوقات هيك بتحس حالك شوية ما كنت مرتاحة بالجيم ما هلقا الانسان بده يمرق بمراحل تم ما بتبقى قوت نازلي عالجيم انت عنديك شي مشكلة برا ومأسرة شوية عليك يمكن تشرد هابت دايق انه بيخلص الماتش انه ما كنت منيح ما هيدا بزعل اكيد بزعل انت كان غيّاس معي داف حكينا عن هيدا الموضوع انا بعرف عادل انه امك مريضة وامه لغيّاس كمان مريضة تساقب اوقات يكون غيّاس حدي عم يحكوه مثلا انطلع فحص او شي مانا هين العالم ما بتعرف قديا صعب انت امك مريضة انا بجبور تروح هالجيم تكون فول باور تفصل عقلك عني عم بيصير بالبيت عن الله يعطي الصحة ويعطي كل العالم صحة الله يشفيه بس العالم واللعب انه ما بيعرفوا انه انا نازل على الجيمات وكان بعده هيدا ظاهر شي جديد معنا انه طلعت النتايج وهيك بس قطعوا الحمدلله قطعوا قطعوا بس لازم العالم تقدر شوي لانه كل إنسان بده يمرق بهيك تجارب كل إنسان بده يمرق بهيك تجارب بيقطعوا الحمدلله الحمدلله صارت أحسان عاشر ايه كتر خير الله الحمدلله الحمدلله حيات ها هي الحيات تطلعوا ونزول بحب دوي عطول هيدا النقط من الحيات عادل انه أوقات الإنسان بيكون قطع بشي برات شغله لازم يضل الإنسان عنده إنسانية الأعلى ما بتعرفوا ما بتحسبها هيك بيزعلوا بيكتبوا هلا يمكن هي بيزعلوا بوقتها بيرجعوا بعدين بيوعوا بيرجعوا عادل هيدا بيكل الكرة الأرضية مش قصة لبنان نحن عطول نقول إنه الجمهور اللبناني بيحكي الجمهور اللبناني أقلها شي بيحكي إذا بتفوت بتشوف شو بيكتبوا لالبران ولا ستاف كاريو شو بيكتبوا لالحكام هونيك شي بيطير شعر الراس يعني شو بيكتبوا لهم المشكلة باللبناني كله صار بيعمل حكم بيعمل كوتش بيعمل بادمان خلاص عادة عادة خلوهم يتسلوا ينسوا ينسوا همومهم بهالبلد ما هو خلوهم يلتبوا بسبور أحسر مشن هيك أنا بحس في نسبة فش خلق بزعل بالسبور هي اللعبة هيكة أكثر لعبة بجيب الفرح لاللبنانية نية بالمية خاصة البسكت صح وهي رقم شئنا ما بينها نمبر ون باللبنان اللعبة الشعبية الأولى والاتحاد عم بيشتغل شغل يعطيهم ألف عافية عن جد عن جد عادة لك قداموا هم قداب يوقفوا حتكم الاتحاد يعني كنت عم بحكي مع ماتر شارب الوقت كان هون وأنا بعرف برزيدان أكرم قدابي بظهركن عطول هيدا الشي بيعطيكن باور بمحل معين بيعطيكن ضهر ما بدي أقول باور شابوبا عطول حامينكم أنا كعادل شابوبا أنا ليكي جاغا شو بريحني غير أنه يصل لحقه أنت بشغلك إذا ما إجيك ما وصل لك حقك بزعل أكيد نحنا الحمد لله البرزيدان أكرم والماتر شاربل والاتحاد كلهم بظهرنا وحقنا بيوصلنا شابوبا لقلهم ويعطيهم ألف عافية ومرسي لقلهم حلو الواحد يحس حالو متقدر بشغله هيدا خلص تحملها معك عطول ما أنت بتتحمس زيادة ما أنت بتتحمس زيادة أن تروح تكافت بويدا طاللا ما في حدا دعمك في حدا عم بيحميك في حدا أنت بتكفي زيادة أنت بتنبسطي ويدا اللي عم بصير وقالوا شو بعني بقعد عم بعمل شو بعني قعد عم بعمل عسيرة هيك القصص يلي بتبسط أكتر جيم بتتذكره ومبساطت فيه وضحكت فيه عندك ميموري كتير حلوة فيه ليك هو الميموري الحلوة وقت عمله الأول ستار بينه هاد نوفل وقت عطيت باس لعلي حايدر وعملت له سكرين وعطيني حطات باسكت هيدا أحلى عن جد أحلى جيم كان صباح فيه أنا كنت فيه أحلى جيم هيدا مهضوم طلع هيدول حلوين قال لي ماتر شربل انه عم بفكروا يرجعوا يعملون حلوين هودا هيك بيقربوا اللعيبة من بعدها مية بالمية حتى انتوا بتكونوا جديين يعني كير غير جيم كليا لو عكس بصير يتساعد اللعيبة هون فيك تتساءلي على اللعيبين هو عالي مهضوم يا حيدر مهضوم لا كل اللعيبة عصلا انت أصحاب يعني عندك حدا تظهر معهم براتك لا 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 مش هلقاته مش هلقاته لا 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 عادل حكينا عن لبنان انت طلعت ع سوريا طلعت ع كذا بطولة يعني بطولة أيها بوحدة رحت عليها آخر وحدة كانت سنت الماضي البنات بتونس وبعد فيه وحدة انا بذكر مش هديك السنة أو اللي قبله بالمغرب يمكن اللي قبله ما هيك بعتقد بالمغرب شو الفرق بين هون وبره عادل نحن الواسكت عنا كتير تطور أنا عم بيلك إيها تحس تطورنا كتير مية بالمية كتير تطورنا غير غير لفل عن جد غير لفل صار معي حيثي بالمغرب عم بحكي مدري شو صار لها الصفيرة مدى اللي تتصوفر و الله عظيم انفو غنفو اخر شي وقفت لجيمير كت عم بستير جبت هلأ صرت بحط صفيرة بجهر تي ووحدة معلقة من وقتها ما معنى شو صار يا الله يعني عادل ما كتير تفهرت لبرة لا أنا بحكم وظيفتي ما قدرت انت ما قدرت ما قدرت ما قدرت بحكم وظيفتي ما قدرت كتير تحق وظيفتان حقيقة صعبة بلبنان صح هلأ هي الباسكت منها وظيفة يعني هي شغف ايه شغف ومنبسط فيها ما في كتير تكلع ليا يعني تشيلي عائلة لا عنا شغلنا برة عنا شغلنا برة بتحس انو شغلك يعني التاني منعك شوي انك تتكبر احلامك واهدافك صح 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 ايه ما صلا نكون عندي تسمية عشي بطولة ما قدر اخد مأزونية خارج البلاد ايه هيا اثرت علي هيدا اثرت علي انت بتقدر تعيش اكتر 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 انت تايلند ماليزيا تونس دباي مغرب اردن سوريا ماشي الحال تحكيم تبقى بالمجال تحكيم صعب برح خرجنا 45 حكم ايه عرفت خبرنا وعم بقلو لنا البرزيدون والماتر انو في عالم عم بتلفن على الاتحاد عم تسأل انا حسيت هيدا الفترة صارت العالم اكتر اه ما بعرف لا يعني قبل ما كنت كتير اسمع حدا بحب يعمل حكم والدليل انو في اسامة الى عشرين وخمسة وعشرين سنة هي زات عادل لكي جاجا هلأ قلتلك قبل انو اللعبة عم تتطور وهي اللعبة الشعبية الاولى بلبنان وما في كتير فيكنسيز بلبنان ها هي فبقى العالم عم بتحب اللعبة يلا بنا نعمل حكام نحنا مليبقى عالطريق بيسألونا امتين في دورة او شي لا في عالم تنفح الناس فيها عادل بدو يتحمل بدو يتحمل شو اسعب شي بدو يتحمله انو ازا ما بيقدر يتحمل جيمات مثلا ازا صار حكم ضغط مثبت ما يعمل حكم بدو يعرف وين رايح اكتر جيم انضغطت فيه بعدو ببالك لكن في كتير في كتير جيمات انضغط فيهم لكن هو اكتر شي اللي بتنضغط فيه الدوربي لكن اخر جيم اللي صار بيروت رياضي السنة الماضي وتربح بيروت كان شوى في ضغط سن اللي قبله كان في ضغط اه اكيد فاينل بالنهاية في شي بتعمله قبل الجيم هيك بيروق لك اعثابك اذا بتشوفينا كيف يفيدين بالفستيار بنحكي مع بعضنا اكيد بديك تروي بديك تروي طالع عندك جيم عندك مسئولية خاصة الفاينل بديك شي وتخلص البطولة بخير وسلامة ولي بيسحق البطولة صحتين عقلبه يربح اخر هم مين ما ربح بس انه بتفكر انه بخلص بديك تخلصيها عادل قطع عليك ما بعرف كم لعيب عراسك اي لعيب بتقول هيدا اقوى اجنب اجه على ابنك توني مادسون مش ما اقولك تعارف رح تقول توني مادسون انا بالنسبة لقلي انا بالنسبة لقلي ما اجه مثله توني مادسون شو كين يلعب الليدر تشوفيه هيك على الملعب معصب بيكره هيقصر حلو حلو هيك لعيب توني مادسون رائع لبنان عادل كل الشباب مني عن جد بيشتغلوا عحالون بعقده لا عم بيشتغلوا عحالون الشباب انا برأيي في جيل حلو بسكت في جيل حلو في جيل حلو بسكت هيك اواد لعد فكر بقول يارات برجع عشرين خمسة عشرين لورا ارجع لالعب كنت تركت الامن العام قاله برجع بلعب بسكت عن جد كانت حلوة كتير ما قولت عامل كوتش بكير بعد بكير عمرك خمسين بكير رح عيش للمية انا الله يطول عمرك بس انو بتفكر فيها بتفكر فيها ايه ليش لا ايه اذا عندي صارلي فرصة ليش لا واتوقف تحكيم ايه ليش لا بحبها بدي شي انو ضل بوطو باستوت بس كتير وانت عان تأمت لي لي 25 سنة وطب من انا وصغير بلعب كنت خلاص ما فيك تطلع منا بالهينة عن جد قده تطورت بيهول 25 سنة بيتعلم اشياء وبينقصك اشياء بتصير تنبش عليهم بتتعلميهم عن جد ما حدا بيعرف بتحس شو شو بينقص عادل عادل لكي هلأ أنا بعني لهلأ مثلا بكون أنا ورباح وبول وزياد مثلا شي صفايرة كذا لكي هاي شو عملت إذا ما كانوا معي مثلا بدقلوا عم تحضر الجيم هاي أنا مظبوطة أو كان فيني هاي بتضلك 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 عم تحسن مية بالمية مية بالمية طي أنت ترتاحي ما أنت بتقترحي هاي شغال سترس بس سترس سترس كل صفايرة فيها سترس ايه صح تحمل معك على البيت التعصيب ولا لا عادل أوقات ايه تحمل معك وهذا الشي بيزعلني عن جد بس هلأ صرلي شي سنة وشوية خلص لأنه أنت بتبقي هيك ما فيك كمان أنا عائلتي ما في نفش خلق فيها ببقى معصب أو شي حملت ففي فترة ايه في فترة صح شو أكتر شي بعصبك أنه قرار غلاط أو حدا يظلمك أو حدا يظلم حدا يظلم حدا يظلم حدا يظلم وما يكون بيفم بالباسكت هي بتزعلني كتير بس عم تقلي من سنة ونص وقفت تعصب يعني أخدت معك أربعة وشين سنة ثلاثة وشين سنة ونص تكتشف أنه ما لازم تحمل التعصيب على البيت قدي أخدت معك وقت صح ليك وليه تغيرت مش صار تتغيرت في السنة ونص لك هو التعصيب بيجي لعندك تعصيب بيجي لعندك تي عندك ضغط الواسكت ضغط الحيات برا ما فيش يمأمن لك بلبنان ها كله كله يتجمع فوق بعضه بس من سنة ونزلت خلص خلص أنه رح يخلص العمر وعشو بعمل عم تشتغل شغلان وخلصت شو بدي عصبه هايتا شو بديك تعمل أكتر من هيك خلص كبر ولادي والحمد الله هيا أهم شيء الله يخلي لك ياهن فرح منك يلا إن شاء الله إن شاء الله خير إذا رجع فيك الزمن لوارا بتقلك أنت تركت شغلي وكفات باسكت ومعابلت حكام العبط كفات كلاعيب بالمبالغ اللي عم تندفع للعيب أكيد يحلق بمبالغ اللي عم تسكر عيوني برجع اللي مش فتل قبل لا لا أكيد ولا ليرة كان فيها أكيد أكيد نجمع تنشتري الإسبادري نجمع هيك نحط بالإجة نجيب بطابة السوبر كا شو تغيرت الأيام تغيرت الأيام نلعب على البطون نلعب على الزفت كمان قبل الزفت بطون و الزفت لكن ما بتعرف الإنسان شو مخبيه له مصبوط شو ربنا كتب لك بده يصير صح أنا هلقدي بآمن يعني ومتصالح مع حالي ومقتنع بحالي وحمد الله ما حدا أاخد معه شيء هيدا اللي تعلمتو عادل بعد خمسة وعشرين سنة بهالمهنة أكيد بكل شيء بالحيات كله بالحيات كله بالحيات كله بيبقوا هيك بتزعلي جاغا أنه هم بيتخانقوا ويقبروا بعضوا إن كرميل شقفة أرض وكرميل كاما راح تموت ما حدا راح يحط شقفة الأرض أو مصرية أنت وصلت لهالأناعة عادل أنا بآمن أنه كل شخص بيقطع معه شيء بحياته بيغيره مرض أمك غيره مرض بيك الله يرحمه أكيد أكيد مش حلوة تحكيها هيك بس تتعلم الشغلة إنه الإنسان ماشيه الإنسان ماشيه الإنسان ما يبعد عن ربه يضل قريب عربه الحياة بتعلم جاغا أنا قدات سبع سنين مع المرحوم بيه ورجعت هلأ عن جديد بتعلم ما حدا أاخد معه شيء يا الله يرحمه شو آدم يا الله يغمق له يا الله كوني أكيدة مرأة وسماعة وكل شيء ما فيه ما رح تاخدي معك شيء إلا أعمالك المنيحة وصيتك الحلو أنا هلأد وأكيد منه الشغل وإنت بينك وبين حالك عادل تحس أنه أنا عشت حياة الحمد الله كلنا منغلط بس أنه عشت حياة بتعتبر حالك مشيت على الطريق الصح كتر خير الله عملت عائلة والحمد الله وعرفت ربات ولادي أنا ومرتي كتر خير الله أريد أن أسألك أربع أو خمس أسئلة خيرك بين لعيب و لعيب شو بدك فيي يا عم؟ هي تسلاية مش مين أحسن تكنيكلي بس لك انتبهي تسلاية ما يزعله لا ما بيزعله بس أنا عم جاوب مش كحكم مش كحكم كإنسان كأنا يحسبوني جمهور كشخص عم نعم وأنا ما عم خيرك تكنيكلي مش جاين نقيم حدا نحنا أنا ما لحق قيم حدا أساسا أكيد إليك حق بس وكل واحد إذا بيحب يقيم ولا لا مين بيشارع أكتر؟ جاد الحج أو علي حيدر؟ ما كالسؤال؟ ما يجي تنينتهم مثل بعضهم تنينتهم بيشارعوا قد بعضهم؟ واحد منهم واحد منهم تشارع أكتر؟ لا جاد جاد الحج أيام هوبس من أيام هوبس فتذكروا أول سنة عملت الباسكت يضلع بيزرق وفي أهضم منه مين أكتر حدا بيمثل أنه ضربوه؟ يعني بيكون واحد أقول له هيك أنجأ دق فيه بيوقع على الأرض فيها مش متذكرة لكن بجأتين فيها مين بيمثل أكتر واحد؟ بدك خيرك بين حدا وحدا؟ ناكي مش من تبهلون كتير بتسدد إنه منعطيهم إنظار مثلاً بس مين بيمثل أكتر واحد يا عادل؟ نديم سعاد أو كريم زينون؟ نديم سعاد، نديم 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 تعطيك كذا مرة أنزار نديم نديم كنا بقى نسقي مرة عامل حالة ووقع عليك لورا وكان يمكن ما حدا دق فيه إيش أقرب عليك؟ بصير يتدحق أكتر لاعب ما بيشارع ليشامعون أو صباح؟ ليك صباح أنا مني محكم له كتير لأنه بني ماش عم بقى؟ بلا محكم له كتير؟ بلا 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 أنا رح أعطيك ثلاثة ما بيشارع وثلاثة صباح إليش أمعون كرم مشرف مظبوط كرم كمان ما بيشارع مين أهدم حدا لو تشارعته بتخلص بيدحك بالآخر؟ علي حيدر ووائل عرقجي وإسماعيل وإسماعيل أنا أشوفك عطول وائل وإسماعيل أكتر اتنين مين بيعترف بيغلطه؟ يعني بيعمل فاول بيعلي إيده أنا عملت فاول بيدول ما جاي لكن صارت السنة سيرجيو درويش صارت مرة عملها كان بدي خيرك بين سيرجيو ومارك خوري مارك خوري مارك بعقت مارك كمان عطول ما اعترف بيغلطه ورواه يرفع إيده هؤلتين صح مين مظلوم عطول؟ مظلوم؟ محدا مظلوم محدا مظلوم بيعمل حاله مظلوم آه بيعمل كلهم كلهم بيعمل حاله كلهم مظلومين كلهم ندلها مين بدك تخيرينك؟ بيخيرك بين فادي ووائل لأنه فادي عطول فادي أكثر واحد مظلوم فادي أكثر واحد مظلوم فادي فادي ذكرت شغلة عادل مرة كنا بجيوم ببيبلوس عيام تحت الجسر وصباح قدامها بيشارع هلأ أثيرت أنه ما بيشارع وهيك حط إيده على رأسه مدري شو صار ناسي كمبليت للخبرية بصق إنه فاول أو شي ما تصوفر الفاول حط إيده على رأسه دغري أخد تكنيك الفاول وصرنا نتشارع بوقتها بالبات أنه هيده ليجل مش ليجل بيحقل له اللاعب ليجل تتصوفر بس فيه أوقات ما بتتصوفر عادل هلأ مش جيين نحكي بحالات تحكمية خلق يلا رايحين شوية لاحين لطمط عش الشهر جيين عندنا شوية أسئلة من الناس عادل بسئلت أنه أنت ضايفة كل الناس مبسطت عفكرة أنت ما بتطلعوا خلاص بدنزل على الانتخابات أنا ما بتطلعوا كحكام سهل قد فيه نزل على الانتخابات الناس تحب تعرف عليكم يشوفوكم جديين على هالملعب في شخص اسمه شهربل بيسأل شو بتحس بعد ما ترجع تحضر جيم وتحس أنه صار فيه خطأ حكينا عنا هيده بتحس أنه بتزعل بتزعل بس ما فيك تعمل شي بس خليكون أكيد شاربل أنه ما بيكون الخطأ مقصود خليو نحطوه براسهم أنه نحنا ما منقصد نغلط سيرجيو كاساب بيسألك شو نصيحتك لكل حدا صغير عم بيبلش يفوت بهيدا المجال عادل سيرجيو شو بتقله سيرجيو من الحكام غم يشتغلها حالو بي لايك عن جد صح شو نصيحتي لقله إجراء يضلون على الأرض مش لقله يعني إجراء يضلوا على الأرض ويضل يشتغل على حالو يطور حالو يضل يقرأ يضل يفوت على هلأ تطورت الأيام مش متل أيامنا نحنا كنا نشتري البسكتبول فور إفريون ما كان فيه سوشيال ميديا تفوت الإنترنت تقرأ القنون أنا كم دي أسألك كيف بيطور حالو الحكام عادل فور إفريون تصير ننبش أي صفحة وهذا مش متل هلأ يضل ينتبع حالو ينتبع حالو فيزيكلي يفوت هلأ صار في يفوت على بالإنترنت تغرب يكمش القنون بيقرأ يضل بيثور حالو بخلال هالقصص يصد قال له نشري على الأرض أهم شيء جابي مراد أي شيء أصعب عليك أمن الملاعب أو الأمن العام أمن الملاعب أو الأمن العام أكيد أصعب لأنه أنا بشغل اللي كان استقصى ومعلومات لا أكيد الأمن العام أمن العام أصعب كتير يعني أكثر شيء لو رحت برصاصة لفوني بالعلم اللبناني بشي مضاهمة أو بشي رقية بعد الاستشهاد أصيد اللي بيقطع عليه هيك قصص بحياته ما رح يتأثر بشي صح بالباسكت عادل رامي ملحم شي مرة وجعك ضميرك بعد ديسجن غلط بجيم كان قريب كتير بآخر ثواني ما صارت معي أصعب أنا عملت الدفور طبعي ما عملاق شيء غير ما صارت معي أنا الفاول طبعا ترى روي نصار أسوأ مومنت بالكاريار طبعك أسوأ مومنت بالكاريار وقتها روحت ضهري بالشونفيل واخدوني الصليب الأحمر وقعت أنت وقعت الراكد عم بغطي الفاست بريك كان بعد فيه يمكن شيء أربع ثواني من الجيم هرام طبع لجنة الملاعب فيت قدام الزيح بدون أنه يخلص يخدونا على الفاستيار الهف تايم أنا ماني قاشعو لأنه راكد جنابي وعم بتطلع إذا بدو يصير فيه فاول أو شيء ما شفت حال إلا طرت بالأرض وجيت خابط وقعت وقتها كثير هيدا زعجتني وعى التلفزيون وصار لحقيني بالكاميرا وقتها أخديني بالصليب الأحمر أنه أمي ومرتي واختي خافوا عليك هيدا أصعب سأيلي بأول جيم أوقات بصيروا يسبولك كيف تطبط حالك لا عادي عادي والله ليه سخن عم يسأل لكن عادي عادي لا يسبوا تشوف أنه كل إنسان عنده وجهة نظر بها الحياة عند كتير أسئلة لا هو ضد الحكمة لا هو ضد الرياضة يعني بنفس الأسئلة محطوط أنه أنت ضد الرياضة وحدا بقلي أنت ضد حكمة انت تعرفي هون ما أنا بحبهم هالإشياء انت تعرفي أنه نحنا مش ضد حدا وقتا يقولولك لا ضد الرياضة لا ضد بيروت لا ضد الحكمة يعني هون بتبين أنه راح كون ضدهم كلهم ليش بدي كون يعني هون ما في شيء مش ضد حدا يوسف بديني بيسأل كم دقصلك عن هيدا الموضوع عادل شي مرة فريق عرض عليك مبلغ لتسل لا 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 ولا مرة هو مسلسلات وانا بتحدى انا او غير حكم من الشباب وما سأل اذا انت اخدت عم يسأل بيسير في هيك عروض ما انا عم بقلك بتحدى اذا شي حكم اجي عروض من شي اندي او بتحدى اذا حدا من اعضاء الاتحاد متل ما منسمع بالعالم وبيخبرونا عالسوشي الميديا قالوا ما بيقلوا لنا بتحدى ولا مرة يطولوا بالهم نحنا عايشين بلبنان بلد صغير كله بيبين بها البلد عم بيقلك بلد صغير بلد صغير مش ان هيك الناس بتحبني مثلا انا انت ما في مهنة انت غبت سينة عن الملاعب نسأل ويني جاجا عادت ما بيحقلك بقى لا بقى راح نغيب بقى ان شاء الله مرسي كتير كتير انا بعرف ان انت ما كتير بحب تطلع انتروفيوز كتير بيعني لك ببسطت انك كنت ضيفة انا كان بدي الحلقة تكون هيك يتعرف عليك انت شخص مهدوم ما بدي كتير نفت كل جيم بي جيمه وانعقد حياتنا وانا بدي هون بدي اشكر الاتحاد انه سمحولي اطلع اكيد بدي اقول مرسي لك لازيدان اكرم حلباء لانه صح انه عادة الحكم ما بيخلوه يطلعوا هيكي انا بدي اتشكرهم انه خلوني صح تعرفوا علينا العالم انه الحكم لا يا عمي مش متل ما بتشوفوه بالملعب هلا انا اوقات بعمل هيك وهي ده بس تتحكك لي انا بس ايه بس ايه انت مين ما بيتحكلك بس انه اخر شي انه انسان يعني بتعملي هيكي بتجقري بالملعب اكيد اكيد بعدين خلص الماتش خلص صرت غير عادل بدي اقول لك الله يشفى امك كومبليتلي ويعتيك القوة ويخلي لك عيلتك وتاخد الكريدية اللي بتستاهله ان شاء الله هلأ خلص مركز علي علي ايه ايه ما فيه خلص ايه ما فيه يلا ان شاء الله خير يلا ان شاء الله ازعب لك تقول شي بعض لكل الجمهور اللبناني يلي عن جد انا شفت انه بيحبوك اجان كثير اسئلة اسئلة يقولي له ناطرين الحلقة ناطرين يتعرف عليك ويستشت شو بدي اقول لهم بس عن جد ايه ما يفكروا بالسوق يعني شي السوق ضد الحكم اللبناني ما يكون في نية سيئة براسه ما فين ما يفكروا نحنا مش ضد حدا نحنا مع الكل نحنا من افضل حكام بقاسيا وكل عالم بتعرفها الشي اللعيبي بيعرفوا لانه داقوا وشافوا وهيدا ونحنا عنا رباح ستة كيس عالم صار وثنينة وثلاثة أوليمبيك جيمس يعني نحنا منح ما يعتلوهم نحنا محبهم كلهم نحنا محبهم كلهم معنا مشكلة مع حدا يا تيك العافية ونحنا منحبك كاميل وشوفكك شهر الجيه إذا الله رات أكيد أكيد اشتركوا في القناة